كذا حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي رفضه منحى منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب مؤددا بالانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق قيادي في تقدم أوضح أن الحزب لديه تحفظات على أي إزم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب فهناك استحقاق سياسي ودستوري هناك عرف سياسي على أساسه تشكلت الرئاسة الثلاث في العراق ومنها رئاسة البرلمان أي من حصة حزب تقدم لما يملكه من أغلبية برلمانية سنية وشدد على أنه لا يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العرف السياسي وهذا الاستحقاق والانتخابي أيضا لحزب تقدم وتعطي الحقية للأقلية السنية بسبب الخصومة السياسية